الله, الله والحمد لله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات الميامين قال وقد يجاب على ذلك بجوابين أحدهما أننا نستصحب سببية الغليان للحرمة تكلمنا في الدرس الماضي عن استصحاب الحكم المعلق وبينا هذا النحو من الاستصحاب وذكرنا أنه وجه لهذا النوع من الاستصحاب ثلاثة اعتراضات وكان الاعتراض الأول أن أركان الاستصحاب غير تامة أو السيد الشهيد في مقام الجواب أو ذكر الجواب عن هذا الإشكال وهو عدم تمامية أركان الاستصحاب في حالة الاستصحاب المعلق كما شرحناه في الدرس الماضي في الجواب الأول عن هذا الإشكال ذكر صاحب الجواب الأول أننا لا نستصحب هنا في الحكم المعلق لا نستصحب الحكم وإنما نستصحب السببية سببية الغليان مثلا بحسب المثال الذي ذكرناه في الدرس الماضي وهو أن العصير العنبي أو العنب إذا غلى فإنه يحرم وذكرنا أن هناك خصوصية أخرى يحتمل مدخليتها في ثبوت الحكم وهي الرطوبة رطوبة العنب يعني ما زال عنبا رطبا ولم يتحول إلى زبيب فإذا حصل الغليان ولكن العنب قد تحول قد كان قد تحول إلى زبيب يعني إلى عنب نيابس قبل أو عنب جاف قبل أن يتحقق الغليان فإذا تحقق الغليان قلنا هنا يجري أو هذه حالة جريان الحكم المعلق بأنه كان قبل ذلك كنا نعلم بسبب أن العنب أن العصير كان عنبي أو كان هناك لدينا عنب بالنتيجة وكان أيضا العنب رطب وكنا نعلم أن هذا النوع من العصير العنبي أو العنب إذا غلى فإنه يحرم هذا الحكم المعلق إذا غلى فإنه يحرم فإذا جف العنب وحصل الغليان فهل نعم ما زال هو أو هل هو محرم أم لا قالوا هنا نستصحب الحكم المعلق السابق أنه إذا غلى العنب فإنه يحرم هنا إذا كان معلوم هذا الحكم المعلق نستصحبه هنا وقد تحقق الغليان الآن يعني بعد جفاف العنب فبنتيجة لابد أن نقول بأن الحرمة ثابتة أشكل بعض المحققين على هذا الكلام بأنه هنا لا توجد أركان الاستصحاب باعتبار أن الجعل لا شك في بقائه الجعل معلوم البقاء والمجعول أصلا لم يحصل يقين لم يحصل يقين بتحققه أولا باعتبار أن واحد من شرائط المجعول وهو الغليان لم يتحقق فلم يحصل في الخارج حتى يتحقق اليقين به فعلى كلا الاحتمالين إن كان يريد أن يستصحب الجعل فالجعل غير مشكوك البقاء وإن كان يريد أن يستصحب المجعول فالمجعول لم يحصل العلم بحصوله أو بحدوثه أولا أجيب عن هذا الإشكال بجوابين كما ذكرنا الجواب الأول يقول أننا لا نستصحب الحكم المعلق على مستوى الجعل ولا على مستوى المجعول حتى يأتي هذا الإشكال المذكور هنا بأنه لا شك في الجعل بقاء ولا يقين بالمجعول حدوثا حتى نجري الاستصحاب لأن أركانه غير تامة بل نجري الاستصحاب في الحكم المعلق بطريقة أخرى وهي كيف؟ وهي أننا نستصحب بقاء سببية الغليان للحرمة هناك ما هو معلوم أن العصير العنبي السبب الحرمة فيه هو حصول عملية الغليان وهذا بحسب الاعتبار الشرعي الشارع هو الذي اعتبر الغليان سببا لحصول الحرمة يعني بالنتيجة لو جئنا إلى تحليل القضية أن العصير العنبي إذا غلى إذا حصل فيه الغليان فإنه بالنتيجة يصبح أو يعني يتغير في تركيبه التكويني ما يؤدي إلى حصول مفسدة مثلا على الإنسان لو شربه وهو في هذه الحال فحكم الشارع بناء على ذلك بالحرمة بالنتيجة الغليان كان هو السبب في حصول الحرمة وهذه السببية سببية الغليان لحصول الحرمة كما هو معلوم مجعولة بالجعل الشرعي الشارع هو الذي ذكر وجعل الغليان سببا لحصول الحرمة الشرعية باعتبار أن الحرمة حرمة شرعية فإذا كان السببية مجعولة من قبل الشارع فهي حكم وضعي حالها حال الجزئية حالها حال الشرطية وما شابه ذلك من الأحكام الشرعية الوضعية فالسببية حكم شرعي وضعي إذا كان حكم شرعي وضعي فإننا نعلم بسببية الغليان لحصول الحرمة كنا نعلم ابتداء يعني في قوله العصير العنبي إذا غلى فإنه يحرم نعلم في البداية أن الغليان لو حصل للعنب يعني قبل أن يجوف لو حصل الغليان للعنب الرطب قبل أن يجوف فإن الغليان هو سبب لحصول الحرمة سبب لحصول الحرمة يعني سببية الغليان لحصول الحرمة معلومة هناك السببية معلومة طيب الآن بعد أن جف العنب أصبح زبيبا وغلى نشك في أن هذا الغليان هل سبب الحرمة أو لم يسبب الحرمة فنشك في سببيته للحرمة والحال هذه يعني عند جفاف العنب طيب إذن كنا سابقا نحكم بي أو نعلم بي سببية الغليان للحرمة عندما كان العنب رطبا الآن حينما جف العنب نشك في سببية الغليان للحرمة هنا الآن فعلا العنب غلى ورغم أنه طبعا عنب جاف قد غلى فباستصحاب سببية الغليان للحرمة نثبت أن هذا العصير الفعلي الآن أو هذا العنب الآن الذي هو جاف أيضا يكون محرم عند الغليان فينفع الاستصحاب من هذه الجهة إلا أنه رد هذا الجواب بهذا الرد السيد الشهيد يذكر هذا الرد على هذا الجواب يقول في الرد أنه أنت تقول نستصحب السببية يعني سببية الغليان للحرمة فما هو الغرض وما هو المراد من استصحاب السببية أنت ماذا تريد أن تفعل عندما تستصحب السببية إما تريد أن تثبت الحرمة بتوسط استصحاب السببية فعلا يعني أنه الآن بعد جفاف العنب تريد أن تستصحب تريد أن تثبت الحرمة حرمة العنب عند الغليان بتوسط استصحاب السببية أو تريد أن تستصحب نفس السببية بما هي احتمالين هنا أنت هنا تقول نستصحب السببية فما هو المراد ما هو الغاية والغرض من ذلك صاحب الإشكال يقول الغرض إما هو باستصحاب السببية نريد أن نثبت حرمة العنب هنا أو العصير العنب الذي غلى يعني بعد الجفاف أو تريد أن تستصحب نفس السببية إن كان المراد هو الأول وهو نريد أن نثبت باستصحاب السببية نثبت الحرمة فعلا حرمة هذا العصير الذي غلى الذي هو عصير العنب الجاف فيقول هذا غير ممكن غير ممكن لماذا؟ لأن الحرمة مترتبة على السبب لا على السببية نفس السببية لا يترتب عليها الحرمة وإنما الحرمة مرتبة مترتبة على نفس السبب نفس السبب هذا السبب الذي اعتبره الشارع أو جعله الشارع في مقام الاعتبار أو الذي رتب عليه الحرمة الشارع على رتب عليه الحرمة في مقام الجعل والاعتبار الحرمة غير مترتبة على السببية حتى أنت باستصحاب السببية تثبت الحرمة وإنما مترتبة على نفس السبب وهذا السبب قلنا هو بالنتيجة أمر واقعي تكويني لوجود مفسدة واقعية الشارع رتب الحرمة على أساسها وجعل الغليان مثلا نعم أمارة أو طريق لمعرفة حصول هذا السبب النتيجة إذا حصل الغليان غليان العنب فإنه تتحقق السببية قلنا يحصل أمر ربما تكويني في هذا العنب يكون فيه فساد بالنسبة للإنسان ولذلك تترتب الحرمة ترتب الحكم وهو الحرم فالحرمة مترتبة على نفس السبب الذي يحصل بغليان العنب وفي الحقيقة استصحاب السببية لا يؤدي إلى ثبوت الحكم يعني بالنتيجة عندما كان العنب رطبان فإذا غلى يحصل السبب للحرمة يحصل سبب الحرمة وقلنا هذا التغير في تكوين العنب الذي يكون فيه مفسد على الإنسان لو شريبه أما الآن حينما جف العنب وغلى فهل يحصل أيضا أو يبقى أو يحصل السبب الذي كان يحصل ما لو كان العنب رطبا فغلى واضح كيف؟ يعني نحن حينما كان العنب رطب فغلى قلنا يؤدي الغليان إلى حصول تركيبة أو أمر تكويني في هذا العنب فيه مفسد على الإنسان ولذلك أثبت الله تعالى الحرمة هنا فنفس الغليان وهذا التغير التكويني هو يعني هذا الغليان الذي أدى إلى هذا التغير التكويني في العنب هو كان السبب في ثبوت الحرمة في أن الشارع حكمه بالحرمة الآن لما نحن عندنا عنب جاف وغلى هذا العنب الجاف هل يتحقق أيضا نفس ذلك السبب أنه يحصل بسبب الغليان تركيبة مفسدة فيها فساد للإنسان حتى يثبت عليها الحكم الشرعي لا ندري غير معلوم فالحرمة مترتبة على نفس هذا السبب الذي بيناه وهو التغير في تركيب هذا العصير العنبي عند الغليان بحيث يكون أنه مفسد بالنسبة للإنسان فيه مفسدة لا أنها مترتبة على السببية وإنما مترتبة على هذا السبب طيب هنا الآن لما كان العنب جاف وغلى هل يحصل هذا السبب يعني لما يحصل الغليان هل يحصل نفس السبب أو لا لا ندري يحصل أم لا ولا معنى الاستصحاب لا معنى الاستصحاب السبب لأن هذا السبب أمر تكويني خارجي عند حصول الغليان حينما كان العنب راطب حصلت مفسدة في ذلك العنب أما الآن الغليان حصل للعنب الجاف يعني ليس هي القضيتين ليست قضية واحدة حتى نأتي ونستصحب هي امتداد للأولى حتى نستصحب نستصحب البقاء السببية مثلا هذه السببية التكوينية بل هما أمران منفصلان عنب رطب غلى حصلت فيه المفسدة الموجبة للحرمة الآن عندنا عنب جاف غلى فلا معنى لأن نقول أن السبب نستصحب السبب السبب لا يمكن استصحاب لأنه أمر خارجي حصل وانتهى هناك أمرين حدثين حصل الآن لدينا في الواقع عنب جاف يغلي أما استصحاب نفس السببية نقول السببية لا يترتب عليها الحكم وهو الحرمة وإنما الحكم يترتب على نفس السبب الذي أثبتناه سبب التكويني وهو الذي يحصل بالغليان وتغير في تركيب العصير العنبي هذا إن أريد استصحاب السببية وإن أريد نعم إن أريد إثبات الحكم بتوسط استصحاب السببية وإن أريد لا أريد استصحاب السببية بما هي يقول أن هذا لغو لا معنى له لماذا؟ لأن السببية بعنوانها لا تصلح للتنجيز والتعذير إنما الذي يصلح للتنجيز والتعذير هو الحكم الشرعي الاعتبار الشرعي أما نفس السببية فلا تكون موضوعا للتنجيز والتعذير لاحظوا قال وقد يجاب على ذلك بجوابين أحدهما أن نستصحب سببية الغليان للحرمة وهي أي السببية حكم وضعي فعلي معلوم حدوثان عندما كان العنب رطبان مشكوك بقاء عندما يجف العنب والرد على هذا الجواب جواب أنه إن أريد باستصحاب السببية إثبات الحرمة فعلان إذا كان المراد هو إثبات الحرمة الفعلية فهو غير ممكن لماذا؟ لأن الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببية ليست للسببية وإنما بل من الآثار الشرعية لذات السبب الذي رتب الشارع عليه الحرمة وهو المفسد الواقعي التي حصلت بسبب الغليان وهذه لا يمكن استصحابها هذا السبب النتيجة نفس السبب أمر حصل في العنب عندما كان رطب الآن حينما جف العنب وغلاء لا ندري هل حصل نفس السبب أو لا فلا يمكن استصحابه ولا يمكن أن يثبت الاستصحاب بهذا الشكل لأنه ما نشك فيه هناه وليس امتداد لما علمنا به أولا وإن أريد بذلك الاقتصار على التعبد بالسببية أننا نقول لا نريد أن نتعبد بالسببية يقول فهذا لغون لماذا؟ لأن السببية لأنها أي السببية بعنوانها بعنوان كونها سببية لا تصلح للمنجزية والمعذرية ليست السببية هي المنجزة والمعذرة وإنما المنجز والمعذر هو الحكم الشرعي انتهى الجواب الأول على هذا الاعتراض اعتراض مدرسة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه الجواب الثاني هو لمدرسة المحقق العراقي المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه أيضا اعترض على المحقق النائيني بسبب هذا الاعتراض الذي قال بأن أركان الاستصحاب غير تام المحقق العراقي قال أن هذا الاعتراض المذكور يعني الذي ذكرته مدرسة المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه يقوم على أساس معين وهو ماذا؟ على أساس أن المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا هذا هو الذي فهمناه يعني من الإشكال الذي ذكره المدرسة المحقق النائيني لأن هناك قالوا أنه في إشكالهم قالوا أنه إما أن يراد استصحاب الجاعل فهذا غير مشكوك بقاء الجاعل نعم معلوم بقاء هو العصير عن البي إذا غلى فإنه يحرم وإن أرادوا باستصحاب الاستصحاب هنا استصحاب المجعول فإنه لا يقين بحدوثه لا يقين بحدوثه لماذا؟ لأن المجعول هنا مترتب على الغليان والحال نحن بحسب ما فرضنا من يعني في فرض هذه المسألة الحكم المعلق أنه لم يتحقق الغليان هذه الخصوصية الدخيلة في الحرمة لم تتحقق خارجا فإذا لم تتحقق خارجا يعني أن موضوع الحرمة لم يتحقق خارجا فإذا لم يتحقق خارجا فإنه لا يثبت المجعول لا يكون المجعول فعليا على المكلف فهذا البيان مبني على ماذا؟ أو هذا الكلام مبني على أن المجعول لا يصبح فعليا إلا بأن تتحقق أجزاء موضوعه خارجا لا بد أن تتحقق حتى يصبح فعليا وهذا هو يعني بالنتيجة هذا هو كلام مدرسة المحقق النائيني ولذلك قالوا أن المجعول لا يقين بحدوثه باعتبار أن واحدة من خصائصه واحد من أركانه وهو الغليان لم يتحقق بعد لم يتحقق بعد نعم العنب كان عنبا وكان رطبا خصوصيا المشكوكة أيضا متحققة ولكن الغليان لم يتحقق فقالوا المجعول ليس فعلي لم يتحقق المجعول ولم يتحقق العلم به لم يتحقق ثبوت المجعول حتى نستصحب المجعول هنا المحقق العراقي رحمة الله عليه يقول أنتم بحسب هذا الكلام يعني تفترضون أن المجعول لا يصبح فعليا إلا بعد تتحقق جميع أجزاء موضوعه بحسب المثال الذي ذكرنا العنب الغليان أن يكون العنب رطبا جميع الأجزاء لا بد أن تتحقق خارجا حتى يصبح الحكم فعليا حتى المجعول يصبح فعليا طبعا هنا يصير تعذر إذا كان فعلا هكذا يتعذر الاستصحاب استصحاب المجعول لأنه لم يصبح فعليا لم يتحقق حتى فلا يقين بالحدوث حتى يستصحاب إلا أن المحقق العراقي يقول هذا الكلام غير صحيح يعني فعلية المجعول لا تتوقف على تحقق جميع أجزاء الموضوع خارجا بل فعلية المجعول منوطة بالوجود اللحاضي بالوجود اللحاضي للموضوع يعني الوجود التقديري للموضوع فالحكم الشرعي يصبح يعني المجعول يصبح فعليا قبل تحقق الموضوع خارجا لماذا؟ لأنه يصبح فعليا بمجرد لحاض أو افتراض تحقق الموضوع خارجا وهذا يكفي ما يحتاج أن يتحقق الموضوع في الخارج حتى يصبح المجعول فعليا ونقض على يعني المحقق العراقي نقض على النائين في ذلك يقول له أنت تعالى إلى الفقيه الفقيه ألا يجري استصحاب المجعول الكل الفقيه من عمله أنه يجري استصحاب المجعول الكل أم لا طيب هنا المجعول متى يتحقق موضوعه خارجا ليس يعني إحراز تحقق الموضوع خارجا من وظيفة الفقيه هذا من وظيفة المكلف المجتهد يجري أو الفقيه يجري استصحاب المجعول قبل أن يتحقق المجعول أصلا خارجا على أي أساس يجري الاستصحاب يجري الاستصحاب على أساس أنه يفترض يفترض الفقيه أو يلحظ أن الموضوع قد تحقق خارجا فتحقق المجعول بنحو فعلي ثم إذا حصل الشك يستصحب بقاء المجعول بكل بنحو افتراضي لحاضي لا أنه قد حصل الموضوع خارجا أبدا أنت أيها المحقق النائين تلتزم بذلك أم لا أن الفقيه يجري الاستصحاب في المجعول نعم طيب إذا كان تلتزم بذلك كيف يجري الفقيه هذا المجعول الاستصحاب في المجعول قال نقول لأنه يفترض تحقق الموضوع إذن الموضوع خارجا لا يشترط لا يشترط فيه التحقق خارجا حتى تكون يكون المجعول فعليا بل يكفي فيه التحقق اللحاضي فقط وفقط هكذا اعترض على جواب المحقق يعني النعم جواب أو هكذا اعترض اعترض على اعتراض مدرسة النائنين قال والجواب الآخر لمدرسة المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه وهو يقول إن الاعتراض المذكور يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا فإنه حينئذ يتعذر أو يتعذر استصحاب المجعول في المقام إذ لم يصبح فعليا لكي فعليا ليستصحاب ولكن هذا كلام هذا اعتراض العراقي رحمة الله عليه ولكن الصحيح أن المجعول ثابت يعني يثبت بثبوت الجعل بمجرد ثبوت الجعل يصبح الحكم المجعول فعلي كيف قال وأنه لأنه منوط بالوجود اللحاضي للموضوع وجود التقديري لا لا بوجوده الخارجي فهو فعلي قبل تحقق الموضوع خارجا وقد أردف المحقق العراقي نقضا على المحقق النائين بأنه أليس السؤال هذا استفهام استنكاري أليس المجتهد كان يجري الاستصحاب في المجعول للكلي قبل أن يتحقق الموضوع خارجا ماذا تجيب أيها المحقق النائين يقول نعم إذن كيف أجرى الاستصحاب مع أن المجعول لم يتحقق موضوعه خارجا حتى يصبح فعليا يقول أجراه باللحاظ التقديري باعتبار أنه يعني باللحاظ التقديري قدرنا وجود الموضوع فيترتب عليه المجعول إلا أن السيد الشهيد لديه مناقشة وجواب على كلام المحقق العراقي إن شاء الله نتعرض له في الدرس الآتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل علىك محمد وآل محمد اللهم صل علىك محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر